السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب الصف الثاني عشر في دروس مادة هذا وطني بداية سنأخذ درس عصر عمان في عصر النباهنة حضارة وتواصل وكما نعلم أعزائي الطلبة بأن عمان مرت عليها عصور تاريخية مختلفة وممتنوعة ومنها عصر النباهنة بإذن الله سنأخذ في هذا الدرس سنتطرق إلى الأحوال السياسية في عمان خلال عصر النباهنة وكذلك سنتطرق إلى نسب النباهنة والعلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية والمظاهر الحضارية والغزو البرتغالي إذن بداية دعونا نتحدث عن الأحوال السياسية في عمان خلال عصر النباهنة تميزت الأحوال السياسية في عمان خلال عصر النباهنة بأنها كانت مضطربة ومتذبذبة اتثمت بالقوة حينا وبالضعف حينا آخر بطبيعة الحال فأن الأحوال السياسية خلال عصر النباهنة في عمان بسبب الصراعات الخارجية الداخلية والخارجية وانقسام عمان إلى ممالكة صغيرة بحيث أن كل مملكة يحكمها حاكم وملك خاص به بنفسه أدى ذلك إلى انقسامها إلى ممالكة صغيرة الأمر الذي أدى إلى أن أطمع الغزاة فيها والآن دعونا نتحدث عن تاريخ النباهنة ونسبهم ترى كم سنة امتد حكم النباهنة في عمان امتد حكم النباهنة في عمان إلى خمسة قرون خمسة قرون القرن الواحد كم سنة فيه القرن الواحد عبارة عن مئة سنة أحسنتم وبالتالي فخمسة قرون هي عبارة عن خمسمائة سنة فخمسمائة سنة هي عبارة عن تاريخ حكم النباهنة لعمان إلا أن العلماء اتفقوا على تقسيم فترة حكم النباهنة لعمان إلى فترتين إلى العصر النبهاني الأول والعصر النبهاني الثاني لماذا؟ ما السبب تقسيم عصر النباهنة إلى قسمين مختلفين أولا بالنسبة للسنة يجب ينبغي لكل عصر من هذه العصور ينبغي أن نعرف السنة التي بدأ فيها والسنة التي انتهى إليها وكذلك القرن الذي بدأ به والذي انتهى إليه كذلك ينبغي أن نعرف أبرز ملوك كل عصر من هذه العصور فالعصر النبهاني الأول بدأ في عام 549 للهجرة ويوافق 1154 للميلاد وانتهى في عام 906 للهجرة 1500 للميلاد والقرن طبعا مهم جدا عزيزي طالب أن تعرف كيف تستطيع أن تجد القرن بما هي أو اللي هي بوجود السنوات فبدأ العصر النبهاني الأول في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي وانتهى في القرن العاشر الهجري الثادس عشر الميلادي بالنسبة لأبرز الملوك العصر النبهاني الأول هو سليمان بن المضبر النبهاني وابنه سليمان سليمان بن سليمان بن المضبر سليمان بن سليمان ينبغي طبعا أن نعرف أن بعض الشخصيات الواردة في الدرس ستتكرى لدينا بتكرى الأحداث التاريخية الموجودة وبالتالي ينبغي أن نحفظ هذه الأسماع بالنسبة للعصر النبهاني الثاني فقد بدأ في العام 964 للهجرة 1556 هنا يجب أن أنوه عليكم بأن العصر النبهاني الأول انتهى في عام 1500 بينما العصر النبهاني الثاني بدأ في عام 1556 للميلاد إذن نلاحظ أن 56 سنة تقريبا هي فاصل فيما بين العصرين من كان يحكم عمان خلال هذه الفترة هم الأئمة كما ذكرنا سابقا بالنسبة للعصر النبهاني الثاني فقد انتهى في عام 1034 للهجرة 1624 للميلاد 1624 للميلاد هذا طبعا يعتبر تاريخ مهم جدا سيتكرر في الدرس القادم بإذن الله فبدأ العصر النبهاني الثاني في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي وانتهى في الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي والعصر النبهاني الثاني من أفرز ملوكه هو سلطان بن محسن النبهاني وأخوه فلاح هنا هذا طبعا يعتبر أحد الأنشطة الواردة في الدرس والتي تتحدث كمصدر من المصادر التاريخية حيث أن عصر النباهنة يعتبر من العصور التي تعتبر مصادرها شحيحة أو ضئيلة ويستند إلى بعض كتب الأدب والشعراء والرحالة وكتب الفقه بمعرفة بعض التفاصيل التي دارت خلال هذه الفترة فالشاعر الستالي من قرية الستال وهو إحدى الشعراء من قبيلة خاروط قام بأوردة قصيدة مدح فيها ملوك النباهنة كما نشاهد في هذا النشاط وطبعا من خلال هذه الأبيات نستطيع أن نعرف بأن النباهنة ينسبون إلى أذ العتيك حيث قال الشاعر توارثها الأذد حتى انتهت إلى أن حوال المجدى نبهانها أمير العتيك تستامى بها كهول العتيك وشبانها ووصفهم بالقوة والشجاعة والإقدام في الحروب والحلم والأنات والحكمة والكفاءة والإحسان نتحدث الآن عزيزي الطالب عن الصراعات الداخلية في عمان وقسمنا هذه الصراعات الداخلية إلى قسمين اثنين أولا الصراعات التي حدثت فيما بين ملوك النباهنة أنفسهم والصراعات وإضافة إلى ذلك القسم الثاني الصراعات التي حدثت مع المناوئين لهم ماذا نقصد بالمناوئين لهم؟ المناوئين هم المنافسين لهم في السلطة أو في الحكم سنتعرف عليهم بعد قليل بالنسبة للصراعات على السلطة أو الحكم من الأسئلة التي قد ترد في هذا الموضوع هو دلل بمعنى أنك تتحدث عن الصراعات الداخلية إذن ينبغي أن تدلل على وجود صراعات داخلية ينبغي أن تدلل على وجود صراعات على السلطة ينبغي أن تدلل على صراعات مع المناوئين لهم وبعد أن تدلل ينبغي أن تعرف النتيجة التي ترتبت على ذلك فمثال على ذلك لدينا صراعات على الحكم أو على السلطة ما حدث من المعارك فيما بين سليمان بن المضبر سليمان بن سليمان عفوا وأخيه حسام دارت هناك مجموعة من المعارك حتى أنه أورد قصيدة في ذلك من نتيجة التي ترتبت على هذه المعارك ترتب على ذلك مقتل حسام وانتصار من سليمان واضح أما بالنسبة للصراعات مع المناوئين لهم نقصد بذلك من الأئمة لأننا الآن نرد بأن النباهنة كانوا ملوكا ملوك النباهنة والأئمة وبالتالي هنا نحن نستطيع أن نقول هناك تعدد في الأنظمة وهناك تنوع في الأنظمة أو تعدد المسميات هذه تدل على تنوع الأنظمة التي حكمت عمان واضح فالصراعات دلل على وجود صراعات مع المناوئين لهم صراعات فيما بين ملوك النباهنة والإمام أبي الحسن بن خميس بن عامر الخروصي والذي تولى إماما لفترة قصيرة من عام 839 للهجرة وحتى 846 للهجرة والدليل الثاني هو صراعات بين ملوك النباهنة والإمام محمد بن إسماعيل الحاضري طبعا ما الذي ترتب على الصراعات فيما بين ملوك النباهنة والإمام محمد بن إسماعيل الحاضري كان ذلك إيذانا بانتهاء العصر النبهاني الأول وبدء حكم الأئمة بطبيعة الحال هذه الأوضاع السياسية المتضعضعة أدت إلى تعرض عمان للغزو الخارجي دعونا الآن ننتقل إلى علاقات عمان الخارجية خلال فترة عصر النباهنة بالنسبة لي علاقات عمان الخارجية هناك ارتبطت عمان بمجموعة كما نلاحظ على هذه الخريطة هذا هو الموقع الجغرافي لسلطنة عمان ونلاحظ من خلال هذه الخريطة أن هناك مجموعة من المناطق والدول والممالك المجاورة لها مثل مملكة هرمز في الشمال كذلك لدينا هنا مملكة الجبور في الاتجاه الغربي وفي الجنوب لدينا هنا اليمن وهنا أفريقيا وفي منطقة الشرق الهند فارتبطت عمان بعلاقات ودية مع بعض هذه المناطق وبعلاقات مضطربة مع بعضها فكأمثل على ذلك لدينا مملكة هرمز بالنسبة لمملكة هرمز كانت العلاقة بين عمان ومملكة هرمز مضطربة ما الدليل على ذلك؟ دلل على أنها علاقة مضطربة الدليل على ذلك هو تكرار الهجمات أو غزوة هرمزة على عمان أكثر من مرة ومنها ما حدث من قبل الملك توران شاه بالنسبة للعلاقة فيما بين عمان واليمن ارتبطت عمان بعلاقات ودية مع اليمن وهنا نريد أن نذكر أيضا دليلا على ذلك هو ما حدث من إرسال الهدايا من قبل الملك النبهاني أبو المعالي بن كهلان بن نبهان إلى ملك اليمن المضفر شمس الدين الدمر إضافة إلى ذلك ارتبطت عمان بعلاقات ودية مع شرق أفريقيا الدليل على ذلك هو عندما هاجر الملك النبهاني سليمان بن نبهان بن المضفر واتجه إلى شرق أفريقيا وتزوج من ابنة الزعيم وأنجب ابن اسمه محمد بدأ به حكم النباهنة واضح عزيزي الطالب فهذه اندلت فإنما تدل على بعض العلاقات التي فيما بين عمان وغيرها من المناطق إضافة إلى ذلك هنا إحدى الشخصيات التي ذكرت في الكتاب وهي الشخصية الملك النبهاني محمد بن أحمد النبهاني والذي كان رجلا حكيما ورجلا التصف بأنه حسن التصرف ولقب بالعظيم وأدخل مجموعة من المناطق إلى جزيرة أو ضم العديد من المناطق إلى جزيرة باتي ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المظاهر الحضارية التي ظهرت خلال عصر النباهنة فقد برزت هناك مظاهر حضارية كثيرة خلال العصر النبهاني شملت مجالات متعددة من هذه المجالات أولا المجال الاجتماعي والمجال العمراني والمجال الإداري والمجال العلمي والاقتصادي بداية دعونا نتحدث عن المجال الاجتماعي عندما نتحدث عن المجال الاجتماعي فنحن نقصد بذلك المجتمع وما يميز هذا المجتمع من العادات والتقاليد وانسجامه مع بعضه البعض وهنا سندلل بما ذكره الرحالة بن بطوطة عندما زار عمان وبدأ أو أشاد بمجموعة من القيم والعادات التي انتشرت في عمان خلال تلك الفترة فما هي أهم القيم والعادات التي أشاد بها ابن بطوطة في أهل عمان ذكر بي أنهم تواضع الملك كرم أهل عمان المصافحة بعد صلاتي الفجر والعسر على ماذا يدل تواضع أو أعطي أمثلة على تواضع الملك حسب ما ذكره ابن بطوطة ممتاز إذن تواضع الملك مثال على ذلك ماذا بأن الملك كان يقف عند باب بيته وكان يقابل جميع الناس دون تمييز فكرم أهل عمان مثال على ذلك بأنهم كانوا يحضرون الطعام إلى صحن المسجد فيأكلوا منه الجميع لأنه قد يكون هناك شخص مسافر أو شخص فقير أو غيرها المصافحة بعد صلاتي الفجر والعسر هي دلالة على ماذا دلالة على التكاتف والتعاون والمحبة فيما بين أهل عمان إضافة إلى ذلك فأن ابن بطوطة ذكر زيارته لظفار وقد وصف زيارته لظفار حيث ذكر بعض العادات والقيم التي تميز بها المجتمع العماني فذكر بأن هنا أولا ينبغي أن نحدد الموقع الجغرافي لمحافظة الظفار فالمحافظة التي ذكرها ابن بطوطة وأشاد بعاداتها والتقاليدها هي ماذا محافظة الظفار هنا طبعا اللي هي محافظة ماذا هذه محافظة الظفار التي ينبغي أن نعرف طبعا مسميات المحافظات فذكر بأن من عادتهم إذا وصل إليهم مركب قادم من الهند أو من غير الهند فإنهم يخرجون لاستقباله وإضافة إلى ذلك قدموا له الكسوة ثم بعثوا لهم الضيافة لمدة ثلاثة أيام يرتاحوا فيه خلال هذه الثلاثة أيام وبعدها يأكلون في دار السلطان كما وصفهم بأنهم أهل محبة وتواضع وحتن أخلاق وفضيلة للغرباء ننتقل الآن للحديث عن المجال العمراني بالنسبة للمجال العمراني اهتم النباهنا بتطوير وبناء مجموعة من المدن الحضارية ومن أمثلة على ذلك طبعا كان في العصر النبهاني الأول والعصر النبهاني الثاني فيجب أن تتعرف على هذه المدن إضافة إلى ذلك ينبغي أن تحدد موقعها الجغرافي على الخريطة لأنه قد يطلب منك أن تقوم بتحديد موقعها على الخريطة خلال أي عصر من هذه العصور فالعصر النبهاني الأول كانت مدينة نزوة وبهلة هي حاضرتين أو من الحواضر والمدن التي قام بتطويرها النباهنا وفي العصر النبهاني الثاني لدينا من؟ لدينا مدينة مقنيات التي تقع في ولاية عبري طبعا في العصر النبهاني الأول هي مدينة نزوة مثل ما نشاهد في الخريطة هذه هي نزوة ومدينة كذلك بهلة هذه هي طبعا بهلة بالنسبة للعصر النبهاني الثاني إذن هذه هي بالنسبة للعصر النبهاني الأول العصر النبهاني الثاني مقنيات التي كما ذكرنا بأنها تقع في عبري وطبعا بالنسبة لمقنيات اهتموا كذلك بإضافة إلى بناء وتطوير المدن اهتموا ببناء الاستحكامات الحربية يقصد بالاستحكامات الحربية التي هي القلاع والحصون ومن الأمثل على ذلك بنائهم لحصن الأسود يعتبر حصن الأسود إحدى الاستحكامات الحربية التي قاموا ببنائها في عام 972 للهجرة ومن أهم ما يميزه بأنه حصن منيع مرتفع ويوجد فيه أربعة أبراد كذلك لدينا حصن بيت المراح الذي يقع في ولاية ضنك وأيضا يعتبر إحدى الشواهد التاريخية على قيام عصر النبا هنا طبعا هنا ولاية ضنك تقع في محافظة الظاهرة واضح؟ نتقل الآن إلى المجال الإداري المجال الإداري اتسم المجال الإداري خلال عصر النباهنة بأنه بالدقة والتخطيط الجيد وسبب ذلك يرجع إلى جهود العلماء والحكماء في مجال تطوير المجال الإداري ومن أبرز النماذج التي قاموا بتطويرها هو تنظيم المحكمة حيث قسموا المحكمة إلى أربعة أجزاء رئيس القضاء والقاضي وكاتب الحكم ووكلاء عن المدعي والمدعى عليه والصورة الموجودة في الكتاب والتي ترونها وتشاهدونها أمامكم في الشاشة هي دلالة على محاكاة لما يحدث في جلسات المحكمة خلال عصر النباهنة والآن دعونا ننتقل إلى المجال العلمي فكيف اهتم نباهنة بالعلم والأدب؟ منهم من قرب إليه العلماء وأكرم الشعراء وكمثال على ذلك الملك محمد بن عمر بن نبهان ومنهم من تميز بسعة العلم والإطلاع فكان الملك العالم مثل نبهان بن أبي المعالي ومنهم من اشتهر بمهارة الشعر مثال على ذلك فكان الملك الشاعر سليمان بن سليمان إضافة إلى ذلك فقد وردت مجموعة من المخطوطات والمؤلفات خلال هذا العصر ومن أمثلة ذلك ما قام به أحمد بن ماجد السعدي عندما ألف النونية الكبرى وإضافة إلى قصائد ديوان التي وردت في ديوان الكيداوي والتي ترجع إلى الشاعر موسى بن حسين بن شوال الحسيني ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المجال الاقتصادي بالنسبة للمجال الاقتصادي ارتبطت عمان أو كانت هناك مجموعة من السلع التي استولدتها عمان خلال عصر النباهنة وكمثال على ذلك طبعا ينبغي أن نشير إلى أن هذه الخليطة مهمة جدا فارتبطت بعلاقات اقتصادية مع كل من الهند وكذلك مع الصين وكذلك مع شرقي أفريقيا فكانت تستورد الحرير من الصين والتوابل والأرز وخشب الساج من الهند وكذلك كانت تستورد مجموعة من الجلود والخشب والتوابل والعنبر من منطقة شرقي أفريقيا وصلنا الآن إلى نقطة الغزو البرتغالي الغزو البرتغالي طبعا ينبغي أن نعرف الموقع الجغرافي للبرتغال البرتغاليون طبعا في دولة البرتغال تقع في قارة أوروبا كما نشاهد بدأوا بالبحث عن طرق تجارية جديدة فبدأوا بذلك سلكوا طبعا هذا المسار كما تشاهده عزيزي الطالب على هذه الخريطة هذا مسار وصول البرتغاليين إلى منطقة المحيط الهندي فوصلوا بذلك إلى منطقة شرق أفريقيا ثم بعد ذلك تابعوا المسير واتخذوا من بعض المراكز حصون لهم في منطقة المحيط الهندي المشار إليها بالنقطة الدائرية الغامقة باللون الأسود ثم بعد ذلك وصلوا إلى عمان ترى ما هي أول منطقة وصل إليها البرتغاليون في عمان كانت جزر الحلانيات وصلوا إلى جزر الحلانيات في عام 1507 وبطبيعة الحال بدأوا بغزو عمان ودخلوا إلى عمان وقاموا بالسيطرة على مجموعة أو كثير من المدن الساحلية فإضافة إلى ذلك حرقوا المنازل ودمروا المنازل وقتلوا المدنيين إضافة إلى ماذا انتهكوا المقدسات الدينية طبعا كان هناك في فرق العدة والعتاد فيما بين البرتغاليين وما بين العمانيين إضافة إلى هناك كانت في عوامل أدت إلى ضعف أو إلى انتصار البرتغاليين وتتمثل في الصراعات الداخلية التي كانت ساعدة في عمان ماذا كانت ردة فعل العمانيين يا ترى من الوجود البرتغالي كانت ردة فعلهم رفض الوجود البرتغالي الأمر الذي أدى إلى ماذا إلى أنهم يقوموا بمجموعة من الثورات لطرد هؤلاء البرتغاليين من عمان إلا أنهم طبعا ما ذكر في ذلك ما قام به العمانيون في تاريخ 30 نوفمبر من عام 1521 للميلاد فوجهوا إليهم ضربة موجعة إلا أنهم لم يستطيعوا منطردهم نهائيا من عمان بسبب الأحوال السياسية الضعيفة جدا والسيئة في عمان خلال نهاية عصر النباهنة كان ذلك طبعا إذانا بانتهاء العصر النبهاني أو حكم النباهنة في عمان وبداية عصر جديد في عام 1624 وهو قيام دولة العاربة لنتعرف على ذلك في الدرس القادم ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى عمان في عصر العاربة وسنتطرق خلال هذا الدرس إلى مجموعة من النقاط التي تتمثل في توحيد أو تحقيق الوحدة الوطنية وكذلك تحرير عمان من البرتغاليين وإضافة إلى مطاردة البرتغاليين وسنتعرف على المظاهر الحضارية أو المجالات التي وردت في المظاهر الحضارية وكذلك ادهار العلاقات الخارجية خلال هذه الفترة ونهاية دولة العاربة بداية الإمام ناصر بن مرشد الإمام ناصر بن مرشد اليعربي في عام 1624 هذا التاريخ المميز يعتبر قامت خلال هذه السنة قيام دولة العاربة بقيادة الإمام ناصر بن مرشد فبذلك يعد قيام دولة العاربة نقطة تحول في التاريخ العماني لماذا؟ وضح ذلك أو فسر هناك مجموعة من الأسباب أولا نظرا لجهودها في توحيد البلاد ولحمايتها من الأطماع الخارجية وكذلك انتعشت الحياة في جميع المجالات الحضارية هنا ينبغي أن تعرف مجموعة من المعلومات عن ناصر بن مرشد من هو ناصر بن مرشد؟ ناصر بن مرشد ولد في حارة قسرة في الرستا وكان حفيدا لسلطان مالك بن أبي العرب اليعربي وتتلمذ على يد العلامة الشيخ خميس بن سعيد الشقصي حتى أصبح عالما وفقيها واتصف بالورع والزهد وتوفي في عام 1649 للميلاد بذلك فإن تولي أو إمامة ناصر بن مرشد لعمان خلال هذه الفترة جعلته أمام تحديات أو مجموعة من التحديات من أبرز هذه التحديات كانت توحيد البلاد لأننا نحن كما عرفنا في عصر النباهنة كانت عمان مقسمة إلى ممالكة صغيرة فالهدف الأول الذي وضعه نصب عيني هو توحيد البلاد والهدف الثاني هو مواجهة الأطماع الخارجية إذن بدأ أولا بتوحيد عمان وقام بذلك اتبع مجموعة من الأساليب التي تحقق أولا الوحدة الوطنية من ضمن هذه الأساليب المفاوضات والتواصل مع المناطق الأخرى كذلك قام بمجموعة من الحملات العسكرية وهنا مهم جدا أن نتتبع سير الحملات العسكرية التي قام بها ناصر بن مرشد وذلك بغرض تحقيق الوحدة الوطنية هنا عزيزي الطالب ينبغي أن أذكرك بشيء مهم جدا وهو الحملات العسكرية الحملات العسكرية في عهد العاربة يجب أن تركز الحملات العسكرية كانت بغرض توحيد البلاد الحملات العسكرية كانت بغرض طرد البرتغاليين من عمان وفي حملات عسكرية كانت لغرض مطاردتهم في منطقة المحيط الهندي والخليج العربي بداية لتوحيد البلاد انطلقت من ماذا؟ من الرستاق طبعا الرستاق تقع في ماذا؟ في جنوب الباطنة يجب أن تعرف الموقع الجغرافي لهذه المناطق إذن بدأت الحملات العسكرية بغرض توحيد البلاد من الرستاق ثم اتجهت بعد ذلك إلى أين؟ إلى الداخلية إذن هنا عندي رقم 2 ثم بعد ذلك اتجهت إلى ماذا؟ إلى الشرقية وبعد ذلك اتجهت إلى الظاهرة إذن بعد ذلك اتجهت إلى محافظة ماذا؟ الظاهرة وبعد الظاهرة اتجهت إلى أين؟ إلى البريمي وبعد البريمي وصلت إلى الباطنة ثم بعد ذلك تحققت وحدة عمان النقطة الثانية بعد تحقيق الأمن والاشتقرار كان طرد البرتغاليين من عمان كيف تمكن ناصر بن مرشد من طرد البرتغاليين من عمان عن طريق الحملات العسكرية المنظمة والتضييق عليهم ومحاصرتهم في أغلب الولايات والمدن التي كانوا يسيطرون عليها من ضمن المدن قام بعد ذلك بإرسال حملات عسكرية من نزوة وهنا ننتبه المرة الماضية في توحيد البلاد من الروستاق وهنا بدأ من أرسل من نزوة من العاصمة التي خرقت منها أغلب الحملات العسكرية ووصل إلى جيلفار أو منطقة الصير وطبعا كانت هذه جيلفار حاضرة في منطقة الصير وكان يحكمها الفرس والبرتغاليون كانت لهم حصون فيها فأرسل ناصر بن مرشد حملات عسكرية إلى جيلفار وذلك بقيادة علي بن أحمد ثم بعد ذلك علي بن أحمد النزوي وبعد ذلك أرسل إلى دبة وأرسل إلى صحار أيضا حملات عسكرية إلى صور إلى قريات وإلى مصقط ومطرح كل هذه المدن والمناطق استطاع أن يحررها من البرتغاليين باستثناء حاميتين عسكريتين ماهما ضع عليها دائرة خلالها على هذه الخريطة هي من مصقط ومطرح بقيت لم يستطع إلا أنه لم يطرت منها البرتغاليين إلا أنه وقع معهم اتفاقية في عام 1648 للميلاد أهم بنود هذه الاتفاقية ألزم البرتغاليين على دفع الجزية تسليم بعض حصونهم وحرية التجارة بذلك بعد اتفاقية ناصر بن مرشد مع البرتغاليين عام 1648 وتوفي الإمام ناصر بن مرشد قبل تحرير مصقط ومطرح من الوجود البرتغالي في عام 1649 للميلاد بويع بعد ذلك الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي الذي استأنف الجهود في مواجهة البرتغاليين وتم تطهير البلاد وتم طردهم من عمان نهائيا في عام 1650 طبعا إذا لاحظتم أعزائي الطلبة بأن الموضوع بدأ من اتفاقية ناصر بن مرشد 1648 ثم توفيه 49 ثم بعد ذلك عام 1650 طردهم نهائيا فلتسهيل عمليات الحفظ بعد ذلك واصل الإمام طبعا ذاع صيط العمانيين على إثر الانتصارات التي أحرزوها في طرد البرتغاليين فبالتالي لبوا نداءات الاستغاثة في هذه المنطقة في منطقة المحيط الهندي والخليجي العربي وتحديدا في أربعة مناطق أولا منطقة الخليج العربي وحيث أنهم استطاعوا أن يواجه البرتغاليين عند مدينة هورموز وكنش كما هو ظاهر أمامكم في الشاشة وكذلك تحرير الساحل الغربي للهند ديو وبومبي وكذلك مدخل البحر الأحمر في مدينتي سقطرة والمخا ومنطقة المحيط أو شرق أفريقيا في منباسة وزنجبار وموزنبيق استطاعوا بذلك الدليل طبعا ما يدل على ذلك الحملة العسكرية التي وجهها التي وجهها الإمام سيف بن سلطان الأول وذلك بقيادة بعد أن استطاع تحريرها من البرتغاليين وجعل ناصر بن عبدالله المزروع واليا عليها ننتقل الآن إلى ذكر المنجزات الحضارية خلال عصر العاربة طبعا سنقسم ذلك إلى المجال الإداري والاقتصادي والعمراني والعلمي بداية بالمجال الإداري اتسمت هيكلة المجال الإداري خلال عصر العاربة تم تقسم أول شيء بداية بالإمام ثم المستشارون والقضاء والوكلاء والوالي الأكبر الوالي الأكبر طبعا يندرج تحت الولاء وعندنا أيضا الوكلاء فهناك كانت وكيل لبيت المال وكيل الأفلاج وأيضا وكيل المساجد وكيل الأيتام وكذلك وكيل الغائب وهنا أنوه إلى أن وكيل الغائب هو الغائب هو الذي كان خارج البلاد لغرض عسكري أو بغرض التجارة وكان يغيب بذلك فترة زمنية طويلة هنا نذكر هذه المعلومة الجميلة عن الشيخ عبدالله بن محمد بن غستان حيث أنه كان عالما وقائدا عسكريا في عهد الإمام ناصر بن مرشد اليعربي كما تولى منصب الوالي الأكبر له كتاب في الفقه بعنوان خزانة الأخيار في بيوعات الخيار نتحدث الآن عن المجال الاقتصادي في المجال الاقتصادي ارتبطت عمان بمجموعة من العلاقات التجارية مع الهند وطبعا المناطق المجاورة لها بطبيعة الحال العمانيون استطاعوا بفضل جهودهم في مواجهة البرتغاليين في الهند وأفريقيا استطاعوا من تأمين الطرق التجارية والخطوط الملاحة البحرية وبالتالي نشطت عملية التبادل التجاري في منطقة المحيط في عمان والمناطق الأخرى بل لعبت عمان دور الوسيط فيما بين هذه المناطق والمناطق الموجودة في منطقة شبه الجزيرة العربية فهناك مجموعة من السلع المصدرة من عمان مثل الخيول والتمور وكذلك السلع المستوردة من الهند كالملابس والأرود طبعا هنا نوه إلى أنه نشطت مجموعة من الموانئ ومن أهم الموانئ التي نشطت في عمان ميناء مسقط كذلك انتعشت الأسواق العمانية مثل على ذلك أسواق إزكي ومنح ومسقط واضح عزيزي الطالب ننتقل الآن إلى النشاط الزراعي لأن المجال الاقتصادي طبعا هو عبارة عن النشاط التجاري والنشاط الزراعي عدد جهود العمانيين في الاهتمام بنشاط الزراعي خلال فترة حكم الإعاربة أولا قام العمانيون بشق الأفلاج ورمموا الأفلاج القديمة وأصلحوا أنظمة الري وأدخلوا محاصيل جديدة لم تكن معروفة في عمان كالزعفران والبن كذلك اهتموا بزراعة مجموعة من الأشجار كانت موجودة في عمان كالنخيل والشعير والنرجيل والقمح وكذلك قصب السكر من الأفلاج التي اهتموا بإنشائها وشقها وتطويرها وترميمها فلج الخطمين الذي يقع في بركة الموز نيابة بركة الموز التي تقع في ولاية نزوة في محافظة الداخلية وفلج الصائغي في الرستاق في محافظة جنوب الباطنة وفلج لبزيلي في ضنك في محافظة الظاهرة نتحدث الآن عن المجال العمراني اهتم الإعاربة بالمدن وكذلك بالمساجد والقلاع والحصون فمن أبرز المدن التي قاموا ببنائها مدينة الحمرة وقاموا بتطوير قرية الحزم كذلك قاموا بإنشاء مجموعة من المساجد والمعالم مثال على ذلك كما هو واضح أمامكم في الجدول لدينا ماذا؟ مسجد الإعاربة في نزوة واضح وقلعة نزوة طبعا لدينا مسجد الإعاربة يقع في ولاية نزوة وقلعة نزوة هذه صورة قلعة نزوة في نزوة وقلعة الحزم تقع في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة وحصن بيت النعمان يقع في بركة أيضا جنوب الباطنة وحصن السنيسلة في ولاية صور في محافظة جنوب الشرقية بطبيعة الحال بالنسبة لقلعة نزوة بالنسبة للصورة التي أمامكم تشير إلى القلعة التي بناها الإمام الإمام سلطان بن سيف الأول وطبعا تقع هذه القلعة في ولاية نزوة وسميت هذه القلعة بالشهبة وذلك لأنها بنيت من الغنائم التي اكتسبها الإمام سلطان بن سيف عند انتصاره على المرتغاليين في معركة ديو وطبعا معركة ديو هذه ديو تقع في الساحل الغربي للهند نتحدث الآن ننتقل إلى المجال العلمي بالنسبة للمجال العلمي تنوعت المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في عصر العاربة فمثال على ذلك الكتاتيب التي تعتبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمساجد والمجالس وكذلك المكتبات كمكتبة جبرين ومكتبة الرستاق التي طبعا عرفت فيما بعد بمكتبة الدولة العربية وإضافة إلى ذلك ظهر أو تطور التعليم في عصر العاربة فظهر نوع من التعليم النظامي لأول مرة في عمان في عهد الإمام بالعرب بن سلطان وتمثل ذلك النظام في مدرسة جبرين أيضا انتشرت مجموعة من المؤلفات كان هناك ثراء علميا عظيما جدا في فترة عصر النباهنة فهذا طبعا الجدول يشير إلى بعض علماء عمان في عصر العاربة وأشهر مؤلفاتهم منها ديوان الحبسي للشاعر راشد بن خميس الحبسي في مجال الأدب ولدينا أيضا قصص وأخبار قلت في عمان لشيخ محمد بن عامر المعولي في مجال التاريخ طبعا عزيزي الطالب مهم جدا أنك تحفظ الصور الواردة في الدرس لأنها ماذا؟ لأنها قد تأتي عليها بعض الأسئلة في أي مجال من اسم المؤلف أو من ما هي أشهر مؤلفاتها ننتقل الآن إلى العلاقات الخارجية ارتبطت عمان بعلاقات خارجية مع كل من الهنج وهولندا وفرنسا بالنسبة للموقع الجغرافي للهند تقع الهند في قارة آسيا وأيضا هولندا وفرنسا تقع كل منهما في قارة ماذا؟ أوروبا بالنسبة لعلاقة عمان مع هذه الدول كانت لأسباب سياسية وأسباب ماذا؟ تجارية فبالنسبة للهند عقدت هناك اتفاقية عام 1646 فيما بين الإمام ناصر بن مرشد وشركة الهند الشرقية البريطانية وطبعا ذلك لدعم المصالح فيما بين البلدين وهدفت إلى إقامة علاقات اقتصادية وسياسية بالنسبة لهولندا كان دلل على العلاقات الخارجية فيما بين عمان وهولندا قدم الإمام سلطان بن سيف الأول عام 1651 مشروعا يسهل للهولنديين نقل بضاعتهم على الأراضي العمانية ومنها طبعا إلى البصرة طبعا هنا ينبغي أن تعرف الموقع الجغرافي أيضا للبصرة طبعا مثل ما نلاحظ هذا موقع سلطنة عمان والخليج العربي هذا هو الخليج العربي في دولة العراق تقع البصرة في هذه النقطة هنا كان ميناء البصرة فستمح العمانيون إلى أن يأخذون البضائع للهولنديين بيأخذون بضائعهم عبر الأراضي العمانية وصولا إلى البصرة بالنسبة للعلاقة الخارجية فيما بين عمان وفرنسا تطورت هذه العلاقة العمانية الفرنسية في عصر العاربة عن طريق زيادة حجم التبادل التجاري مع فرنسا ومستعمراتها وصولا إلى الصراعات ضعف ونهاية بالنسبة للصراعات أو نهاية الدولة العاربة ما سبب ضعف الدولة العربية بسبب تنافس أفراد البيت العربي على الحكم أدى ذلك إلى أنه دخلت البلاد في حروب مختلفة وطاحنة فيما بين الأسر الحاكمة وكذلك إضافة إلى ذلك أطمعت الفرس في السيطرة عليها طبعا الفرس أو بلاد فارس كانت تقع في شمال عمان وبطبيعة الحال ترتب على ذلك انتهاء عصر العاربة وقيام دولة البوسعيد طبعا هنا أؤكد عزيزي الطالب على أهمية الوحدة الوطنية التي تقود إلى القوة والاستقلال وضعفها يؤدي إلى التفكك والانقسام بذلك يا عزيزي الطلبة أرجو بأنكم قد استفدتم من درس عمان في عصر النباهنة وعمان في عصر العاربة وأرجو لكم التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى وإلى اللقاء